بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بنتكلم على موضوع طاقة وضع الجاذبية بالنسبة إلى العلاقة الرياضية طبعا الرمز هو اسمه BE BE معناها طاقة وضع الجاذبية وهذه تساوي MGH والM هي الكتلة والG هي تصورع الجاذبية الأرضية والH هو الارتفاع الرأسي فبالتالي هي الطاقة المختزنة في النظام والناتجة عن قوة جاذبية الأرضي للجسم لذلك إذا الطاقة هذه بتزيد كلما زاد الارتفاع الرأسي وأيضا بتزيد كلما زادت الـ A الكتلة لأن هناك الناس بترضي ما بين الـ M الـ B والطاقة الوضع والـ M وطاقة الوضع والـ A والـ H فبالتالي طاقة الوضع الجاذبية هي MGH هناك نوع من الطاقة المختزنة تسمى طاقة وضع الـ A المرونية طاقة الوضع المرونية وهي طاقة الوضع بتكون مختزنة في الجسم المرن طبعاً لأن جسم المرد يتغير شكله طبعاً نتيجة تغير شكله مثل مثلاً إيه؟ الطاقة المختزنة في الوطر المشدود مثل مثلاً رامي السهام بيشد القوس بتاعه والوطر عشان بعد كده يتركه ويتحاول إطاقة حركة تمام؟ عصى الزانة اللي هي لعبة الزانة بتشوفها أكيد في لعاب الأنبياد هذه تمتلك طاقة وضع مرونية وأيضاً مثلاً منصات القفز في حمامات السباحة كل هذه الأشياء لها طاقة وضع تسمى طاقة وضع مرونية وهذه طاقة مختزنة في الجسم المرد نتيجة تغير شكله إن شاء الله بنشوف بعض المسائل السؤال الأول يرفع لاعب ثقلاً كتلة عشر كيلو جراب إذن الكتلة هنا عشر كيلو جراب والارتفاع الرأسي هو عشر متر المطلوب مطلوب طاقة الوضع البيئي هذه المطلوبة وأعطاني الجيل هو تسارع الجاذبية بتسعب وتتمانية اكتب قانونك البيئي بتساوي المطلوبة ام جي اتش تغطي باضي الجاذبية وهتساوي هنا طبعاً الام بعشر كيلو جرام والجي أعطها لك هنا بتسع بوينت تمانية ضرب الاتش اللي هو كام عشرة متر طبعاً سهل جداً تحسبها هذه عشرة ضرب العشرة يعني مية مية في تسع بوينت تمانية هتساوي كام تسعمية وتمانين يعني ممكن تحزف بوينت هذه البوينت تحزفها مع العشرة ممكن تعملها كلا بطريقة أخرى البوينت تحزف مع عشرة ويفضل هنا عشرة ضربة تمانية وتسعين يعني تسعمية وتمانين يعني نركز في هذه الأشياء البسيطة لأن ما فيش آلة حسبة معاك في الاختبار السؤال الثاني تمثل الطاقة المختزنة في الوتر المشدود الوتر المشدود ده تمثل طبعاً طاقة وضع مرونية طاقة وضع مرونية إن شاء الله موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر